الصلاة والسلام على رسول الله بسم الله الذي يعلم القلم علم الإنسان ما الذي يعلم والصلاة والسلام على خيري معلم الناس الخيري محمد رب الشرح لي صدري ويستر لي إمري وحلي اللي أخده تم لساني يفقه وقولي دوت الفيديو الثاني إن شاء الله في شرح منهج تاني سنوي الأحياء الدرس الثاني طيب تعالوا نفتكر مع بعض إحنا قلنا إيه الدرس اللي فات علشان نعرفها نشروا حيال الدرس دوت إحنا كنا متكلم عن حاجة اسمها التغذية وقلنا إن فيه حاجة اسمها تغذية ذاتية وتغذية غير ذاتية وبدأ أن نتكلم عن التغذية الذاتية اللي بيقوم بها أي حد في الكون عنده كلوروفيل إيش معنى يعني؟ لأن كلوروفيل بيمكنه من القيام بعملية البناء الضوئي طب هي إيه أصلا عملية البناء الضوئي؟ هي عملية تحويل المواد لملهاش لازمة إلى مواد لهازمة المواد منخفضة الطاقة بسيطة التركيب اللي هي مواد غير عضوية أصلا إلى مواد عالية الطاقة ومعقدة التركيب ومواد عضوية اللي هي بناخد ساني أكسدي الكربون من الهواء وبناخد المية والأملاح من التربة وندخلهم في عملية البناء الضوئي ويطلعون لنا النحية التانية كربوهايدرات ولايبيدات وبروتينات علشان يقدر النبات يستفيد بيه البروتينات معواقع شوية معلش علشان يقدر النبات يستفيد بيهم نسمي دية مواد معقدة التركيب ومواد عضوية وعالية الطاقة والكلام ده كل طيب الكلام ده كان بيتطلب إيه؟ كان بيتطلب منك أن انت تعرف إزاي المية والأملاح بيمتصوا من التربة وده كان الدرس الأولاني وزي ما احنا بنتكلم احنا دايما بنتكلم عن حاجة اسمها التركيب والوظيفة فاقلنا دوت العنوان الاسسي بتاعنا التركيب والوظيفة فعلشان تعمل الوظيفة اللي هي화 تصاص الماء والأملاح من الطربة كان لازم يكون عندك تركيب اللي هو الشعيرة الجزرية فشرحنا الشعير الجزرية ووظيفتها اللي هي متصاصل المأول أمنح من الطربة بالطرق المختلفة بقى الإسموزية والكلام ده كله بالنسبة ليه الوظيفة التانية والتركيب التاني اللي هو الساني أكسيد الكربون يعني اللي هو الهوى والتخلص من الأكسوجين فدوت هيتشرح في الآخر خالص آخر حاجة في الترم الأول طيب الحاجة التانية بقى الوظيفة التانية اللي هي البناء الضوئي وكان لازم يكون معها تركيب الفيديو دوت هنشرح فيه التركيب تركيب إيه بقى؟ البناء الضوئي دوت محتاج كلوروفيل والكلوروفيل اللي موجود فيه البلاستيدات البلاستيدات الخضراء طيب والبلاستيدات الخضراء موجودة فين؟ موجودة في الورقة جميل جدا يبقى أنا في كده فهمت الدرس التانية هتكلم عن إيه؟ هيتكلم عن تركيب البلاستيدات وتركيب الورقة دوت اسمه التركيب صح؟ وبعد كده نتكلم عن الوظيفة اللي هي عملية البناء الضوئي فالفيديو دوت ان شاء الله نتكلم عن التركيب اللي هو تركيب البلاستيدات وتركيب الأوراق نبدأ بسم الله أين توجد البلاستيدات؟ في أي حتة خضراء في النبات طب هي الحتة الخضراء ديت موجودة فين؟ موجودة في الأوراق طبعا الأوراق الخضراء طيب الأوراق بس لا موجودة في بعض السيقان بس لازم تقول للسيقان العشبية لأن فيه سيقان خشبية والسيقان الخشبية مش خضراء لأنها بني بيبقى فيها لجنين وسللوز وحاجات من ديت وكيوتين لكن بيبقى نسبة الكولوروفيل لكان قليل جدا اللي ما موجودة في الأوراق والسيقان العشبية السيقان العشبية دي بيبقى فيها نسيج اسمه نسيج كلورانشيمي هو أصلا نسيج بارانشيمي هو أصلا نسيج بارانشيمي بس زائد كلوروفيل يعني كلورانشيمي دوت عبارة عن نسيج بارانشيمي اللي هو النسيج العبيض خالص اللي هو ضعيف خالص ولكن بيحتوي على كلوروفيل كتير حد عارف مين أقوى نسيج في النبات النسيج الاسكلورانشيمي المال من اللي ما بين البنين الكولانشيمي كان عندنا حاجة اسمها بارانشيمي وكولانشيمي والسكلارانشيمي دوت الاقوى خلص لان فيه لجنين طيب سيبك من الكلام دوت دلوقتي ونرجع تاني لموضوعنا نحن دلوقتي بنقول يا طراء الكولورانشيمي موجود فين موجود في اي حتة خضرة في النبات اي حتة خضرة اللي هي اي موجود في الاوراق الخضراء وموجود في السيقان بس لازم تكون سيقان عشبية زي البرسيم مثلا والاعشاب الصغيرة والكلام دوت لانها عبارة عن نسيج كولورانشيمي شيمي ديت جاية من بارانشيمي وكلور جاية من كولوروفيل كميل جدا طيب نبدأ بقى نتكلم عن تركيب البرسيدة البرسيدة الحقيقة بيبقى شكلها على شكل عدسة محدبة وبتبقى سنائية الغشاء يعني بالشكل دوت كده والغشاء مزدوج فالغشاء مزدوج بالشكل دوت وبتبقى الارضية الخلفية اللي ورا ديت انا مش هلونها لان هي اصلا بتبقى عديمة اللون منسميها الاسترومة او الارضية الخلفية بتاعت البلاستيدة طيب الاسترومة ديت عايم فيها ايه عايم فيها حاجة اسمها اقراس الجرانا زي ما انت شايف ديت حاجة اسمها حبيبة الجرانا بيقى فيها اقراس كتير جدا عددهم تقريبا 15 طبعا مش هلونها اقدر ارسم 15 كلهم عشان الرسمة دايقة شوية يعني الحاجة اللي انا عايز ان نبع عليها هي دي ان بعض الاقراس بتملى الفراغ اللي هو دوت وبعدين تتلاقى مع حواث وقرص اخر في حبيبة اخرى علشان يكونوا الشكل دوت ودوت بيزود مساحة السطح بيزود مساحة السطح بتاع الاقراس فتقدر تمتص كمية اكبر من الطاقة الضوئية علشان نعمل عملية البناء الضوئة طيب الاسترومة بيقى فيها كمان حاجات عاملة كده ديت جزيئات من الدي ان ايه والدي ان دوت بيستخدم في بناء البروتينات زي الانزيمات اللي احنا بنحتاجها ويقى في حاجات حبيبات صغيرة كده من النشا وبتبقى صغيرة الحجم ولكنها كثيرة العدد وبتتحول لسكر سكر الجلوكوز علشان تنتقل لبقى اجزاء النبات ويقدر النبات يستفيد منها في العمليات الحيوية المختلفة كغذاء يعني يبقى تاني كده احنا اتكلمنا عن الآتي اتكلمنا عن الغشاء المزدوج تمام وتكلمنا عن اقراس او حبيبات الجرانة اللي بتتكون من اقراس كتير جدا عدها ممكن يوصل لخمستاشر ودية اللي بتحتوى على الكولوروفيل بالمناسبة الارضية او الخلفية اسمه النخاع والنخاع ده بيبقى مادة بروتينية عدمت اللون طيب والحاجات دي ايه والحاجات الصغيرة دي هي حبيبات من النشا تتحول الى سكر الجلوكوز اثناء الحاجة عشان تنتقل لبقى اجزاء النبات يستفيد منها في العمليات المختلفة طيب السمك بتاع الغشاء المزدوج عشرة نانو متر السمك بتاع حبيبة او القرص بتاع الحبيبة بتاعة الجرانة سبعة من عشرة مايكرون طيب والقطر خمسة من عشرة مايكرون يبقى تاني هنا دوات عشرة نانو ديت السمك سبعة تمام سبعة من عشرة بس مايكرون والقطر خمسة من عشرة مايكرون طبعا الارقام دي هت حاجات عبيضة يعني الكولوروفيل اللي موجود فين موجود جوه الجرانة موجود جوه الأقراص بتاعة الجرانة هالكولوروفيل بس لأ الأصباغ عموما هو احنا عندنا أصباغ غير الكولوروفيل اه ده احنا عندنا من الكولوروفيل نوعين أصلا كولوروفيل ألف ودوات الأساسي ودوات الغامق غامق يعني ايه يعني لونه أخضر طبعا ما هو كولوروفيل بلا ستداد خضراء اه بس أخضر مزرق وفيه كولوروفيل باء ودوات مساعد بيبقى لونه فاتح يعني ايه يعني أخضر مزفر طيب بعد كده فيه صبغة تانية اسمها ذانسوفيل والذانسوفيل دوات برضو من المساعدين بيبقى لونه فاتح خالص بيبقى لونه أصفر ليموني حاجة زي الفسفوري كده وفي الآخر الكاروتين كاروت جزر هو مساعد برضو ولونه أغمأ سنة من الزانسوفيل لأنه أصفر برتقالي جميل جدا طب هي الأسباق دي بتعمل ايه كلهم بيمتصوا الطاقة الضوئية كلهم بيمتصوا الطاقة الضوئية والمساعدين دولت أصلا يمتصوا ويودوا كلوروفيل ألف في الآخر فلو غاب كلوروفيل ألف خلاص كأن الباقيين ملهمش لازمة يبقى تاني كلوروفيل ألف داواتي الأساسي بيمتص الطاقة الضوئية بنفسه وكمان الباقيين يمتصوها ويدوها له وهو يشتغل جميل جدا طب بيبقى أهمية الكولوروفيل امتصاص الطاقة الضوئية من بتاعة الشمس علشان نستخدمها في عملية البناء الضوئي طيب ايه تركيب الكولوروفيل فاكريني لنا قلته المرة اللي فاتت كان C 55 H 72 وقفة وحيدة ولكنها هي الأهم لأن هي أصلا هي الزرة المركزية اللي الباقي كله بيتبيني حواليها فديت أهم حاجة وديت كانت من المغزيات الكبرى حد فاكر المغزيات الكبرى كانت ايه كب مج نسخة فيه كب مج اللي هو تمام عايز ننبيهك بس ان هو سعب بيقولك ان به كمان يعني يعتبر أساسي هو به أهم من الزنسوفيل والكروتين ولكنه مش أساسي برضو وهو مساعد لألف تمام يعني ويقولك ألف وبه من الأصباغ الأساسية افهم انت بقى أن ألف أساسي أكتر من به به مساعد لألف أصلا ودول الاتنين مساعدين لبه وألف جميل جدا في حاجة كمان انت يعني عارف ان دية الألوان أو الأصباغ اللي موجودة في النبات دلوقتي طب احنا سعب نشوف ألوان حمرة وخضرة وصفرة وبحلقي وفصدقي وحاجات غريبة كده ما هي عبارة عن هذه الألوان مختلطة مع بعضها بنسب معينة يعني اللي أخضر مزرق لو هو الغالب هتلاقي اللي هو الفلفل اللي أخضر الغامد ده الفلفل لو هو أخضر مزفرة هتلاقي اللي هو قرون الشطة بتلاقي أفتح شوية لو دخل معا أي لون تاني مش عارف بقى في الألوان قوي ولكن في حاجات لما تتخلط مع بعضها تعمل اللي هو الفلفل بقى بأنواعه اللي هو الفلفل الرومي دوة اللي هو بكذا لون أصفر وأحمر وألوان غريبة كده تمام فهي الأصباح ضيات ولكن بنسب معينة جميل جدا طب والكلورفل ده موجود فين ما قلنا موجود في أي حتة خضرة في النبات طب هي أكتر حتة خضرة في النبات الورقة يبقى أنت دلوقتي لازم أن تدرس تركيب الورقة تركيب الورقة فاكن لما جينا نشرح التركيب بتاع الشعير الجزرية قلت لك أي جزء من النبات لما تيجي تدخله لازم أن هتلاقي إلا هيغبط في الشكل بشرة يبقى أنت لازم أن تتكلم عن البشرة طب الورقة هتقول لها ممكن من فوق وممكن من تحت لأنها يعني فاهمني يعني كده في بشرة عليا وبشرة سفلة جميل جدا هو ده الصح في بشرة عليا وبشرة سفلة إزاي يعمل حاج دية خلايا البشرة ركز وانا برسم عشان هشرح الخلايا البشرة بيبقى شكلها برميلية الشكل ومتلسقة مع بعضها البعض وما فيهاش كلوروفل لا تقوم بعملية البناء الضوي سواء البشرة العليا أو البشرة السفلة الاتنين نفس الكلام خلايا برميلية الشكل المتلسقة وما فيهاش كلوروفل لا تقوم بعملية البناء الضوي وكمان بتبقى مغطاة بطبقة من مادة شمعية تسمى الكيوتين الكيوتين والكيوتين مادة شمعية من اللايبيدات وانت عارف أن اللايبيدات دهون عموما والشموع والزيوت والحاجات دي لا تزوب في الماء ولا تحب الماء فتمنع فقد الماء أثناء عملية النتح حلو قوي طيب البشرة الصفلة بتتميز بوجود حاجة اسمها خلية حارسة حارسة المين للصغر لا سواني كده انت بتقول ايه بقولك ان فيه مناطق هو طبعا مغطاب الكيوتين برضو ولكن فيه مناطق ما فيهاش كيوتين ليه لان ديها الصغور والخلية اللي حولها ديها خلية حارسة للصغر وخلينا اتكلم عن الخلية حارسة للصغر لان هي مميزة الحقيقة الخلية ديها لديها قدرة على امتصاص الماء فتكبر في الحجم وتقفل الصغر او ان هي تفقد الماء فتصغر في الحجم وتفتح الصغر مرة تانية تعمل كده تمام فالصغر يتفتح ويتقفل على حسب كمية المية فبالتالي يعني تتحكم فيه خروج الماء أثناء عملية النتح جميل جدا ده بالنسبة للبشرة العليا والبشرة السفلة تعال بعد كده عن النسيج اللي في النص دوت اللي بنسميه النسيج المتوسط والنسيج المتوسط عبارة عن جزئين الجزء اللي فوق بنسميها طبقة عمادية واللي تحت بنسميها طبقة السفنجي والحقيقة الاسامة معبرة لان الطبقة العمادية الخلايا بتبقى عمادية فعلا عمودية ومتلصقة وقريبة من بعضها ما فيهاش مسافات بينية كتير واهم حاجة فيها ان هي مليانة من جوة مليانة كلوروفيل وبلاستيدات خضراء يعني دي كلها بلاستيدات خضراء ولكنها مركزة في الجانب العلوي أكتر وده كلام منطقي جدا لان دوات القريب من الضوء القريب من أشعة الشمس أشعة الشمس هتنزل على الجانب العلوي أكتر فلو احنا قسمناها لجزء آلف وجزء به لا الجزء آلف فيه أكتر من به فتبقى البلاستيدات مركزة في الجزء العلوي وموجودة بس نادرا في الجزء السفلي هكذا تماني بقى الطبقة العمادية بتبقى خلايا عمادية ومتعمدة على البشر العلية وبتبقى مستطيلة الشكل أو عمادية الشكل يعني بتبقى مليانة بلاستيدات وخاصة في الجزء الأعلى منها طيب الخلايا اللي تحت الجزء اللي تحت بنسميه الطبقة الاسفنجية ليه؟ لأن فيه فراغات كتير عاملة زي الاسفنج والخلايا بتبقى غير منتظمة الشكل وهكذا وخاصة في المنطقة دي اللي عند الصغر لان الحتة اللي فوق الصغر دي بنسميها غرفة هوائية الغرفة الهوائية دي بقى هي دي بتتملي بخار الماء علشان نتخلص منه في عملية النتح لما الصغر يكون مفتوح والخلال الحارسة للصغر يكون حجمها صغير او ريتراكتد ملمومة كده طيب هل الطبقة الاسفنجية بتقوم بعملية البلاستيدات ضوءة بيبقى فيها بعض البلاستيدات ولكن على استحياء يعني كمية البلاستيدات فيها قليلة فلو قلنا الف به جيم الف اكتر من به به اكتر من جيم وده كلام منطقي ورده لان احنا نتكلم على القرب من الشمس احنا نتكلم عن عملية البلاست ضوئي فالقارب من الشمس هيبقى فيه اكتر طيب المنطقة اللي في النص دي بنسميها المنطقة او الحزمة الوعائية الحزمة الوعائية دي هنقولها ان شاء الله في الساق لانها بتبقى اعقد من كده شوي الحزمة الوعائية بتتكون يعني فيها خلايا بتحميها من جزء اللي فوق وجزء اللي تحت الجزء اللي فوق الجزء اللي تحت ده وقت بيبقى فيها خلايا كولنشيمية مغلظة الأرقام بسلوز علشان تحميها لأن الحزمة الوعية ديها زي ما قولك هيبقى دلوقت فيها الخشب واللحاء طب مما دول أهميتهم إيه يعني الخشب بينقل المواد الخام للورقة هي المواد الخام الماء والأملاح اللي هو جايبهم من الطربة علشان الورقة تستخدمهم في عملية البناء الضوئي واللحاء بياخد منها الغذاء اللي تكون في عملية البناء الضوئي وينقلوا بقى أجزاء النبات فوق ومن ناحية تحت الخشب ناحية فوق بيبقى يعني بيبقى فيه أشكال عاملة كده دية قصيبات وأوعية الخشب عشان احنا ناخدين فيها قطاع فهي باينة بالشكل دوت وفي حاجات هنا هتلاقي اسمها الدوت اللحاء وهتلاقي مثقبة كده لأن في حاجة اسمها أنابيب غربالية هنعرفها ان شاء الله في النقل في النبات اللي هو الدرس اللي بعد الجاي ولكن المهم تبقى عارف ان الخشب جهة السطح العلوي وان اللحاء جهت السطح السفلي وان ديت على بعضها كده بنسميها حزمة وعائية لأن فيها الأوعية بتاعت الخشب واللحاء وان الخلايا ديت وديت خلايا كولانشيمية مغلزة الأركان بالسلوز علشان تحمي الخشب واللحاء من جوه عشان لو أي ضغط جه من النحية دي أو جه من النحية دي يعني ما يضغطش على الخشب واللحاء وبالتالي يمنع وصول العصارة أو وصول المواد الخامل الماء والأملاح للنبات طيب أظن كده خلصنا الفيديو جهة ان شاء الله نشرح عملية البناء الضوي بتكون سهلة بإذن الله سبحانك الله ومحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك ويتوب إليك والعصر إن الإنسان لا في خسر إلى الذين آمنوا عملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر